مساء الخير نشرح المحاضرة الاولى من محاضرات البرسايت النظري اللي هي الهيلماس طبعا راح ناخذ السستوتس اللي هنا ديدان الشريطية السستوتس هي يعني شون نبدأ نقول انها الاسم الثاني للتابورمز راح ناخذ في المحاضرة هي التينيا سيجنيتا والتينيا صوليا ناخذ فروقات لابناتها هنا شابها بس اكو فروقات كما النام هي تينيا سيجنيتا اسمها الثاني هي بيف تابورمز سموها بيف تابورمز لانه تنتقل عن طريق البقر تمام تنتقل عن طريق يعني اكل لحم البقر او ممكن اكل لحم الجاموس تمام هذه هي تينيا سيجنيتا بالنسبة للتينيا سوليا سموها بورك تابورم ليش؟ لانه راح تنتقل عن طريق البورك اللي هنا الخنازير تمام من اكل لحم الخنازير من هي اشياء دائما يعني بالولدان العربية اللي هي تينية سيقنيتا لانه يعني ما ياكلون لحم خلازير تمام زيان الهابتتوين دان اثنياتها راح يكون الهابتتوين بالسمانة الديست تحديدا بالأبردوجنان تمام مورفلاجي أدولت وورم وهو تينية سيقنيتا يقول انه هي الأدولت وورم يعني الديدان البالغة من عدها راح تكون ويت انكلر بيضة ورابون like يعني تشبه الشريط دورس فنترالي فلتهاد راح تكون مسطحة من الدورس والفنترال اهد سيقنيتا راح تكون مقطعة سيقنيتا طبعا هنا اثنائها سيقنيتا يعني راح تتكون النابلغ هذان البروغلوطايت هذان القضاء عمالة هي صحوية بروغلوطايت اذن هي اشكاة تحتوي البروغلوطايت من الف الى الفين بروغلوطايت الأدولت وورم ال состав head scullis الـ headbild生 верان вд moment كنت سوف قد يطلح السكول failure الاسم الـ head الـ adult worm of tinea cygnita ايال بتكون شريطية اعتقد حوي必اب اطلقتون حوصا من بسطحان وسيتجمهن من اطاعد 10 diye المتمنى 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 سنقول ليش سميوها الميتشار و الميتشار و غرابت يعني هاي تشبه الشارطة تكون مقطعة سيقماتت الزياني السكولاكس الهيد مالتها يعني فيقول انه هاد السكولاكس هيد و تينيا سيقنيتا از اباوت حوالي من 1 إلى 2 ملمتر ان دايمتر يكون كوارتر يعني كروس سكشن اذا هادا راح يكون كوارتر بينما التينيا سوليوم راح يكون دائري مو كوارتر تمان؟ هادا مربعي ذاكا دائري هادا فرق مع بناتشن ستينيا سيقنيتا راح يكون كوارتر الراس مالتها و راح يكون دايمتر مالتها من 1 إلى 2 ملمتر راح يهتو على 4 سكورز سكورز هنه سوحول المصاصات هنه اللي يعني شوني يتشلبا بالانتستن يعني هنه اللي مكانات مالتاتشميت حتى يلزقنها بالانتستن و يقومها شوني هنه اسل المصاصات يعني شوني راح يمتصن تغذية و هيتش يعني من الانتستن فعدها اربعة سكورز استويتد ات ات فور انكولز اذا ايه هو مو مربع عدها اربع زوايا و كل زاوية بها سكورز يعني كم سكورز عدها اربع اربع سكورز زيب اذا اسكولكس هاز نور روستيلام او هوكلتس روستيلام هو الملقار و الهوكلتس هو يصحول الخطاف قلنا انه هو الخطاف يعني شوني الصيخ اهنا راح يقولون انه خطاف مالتها شوني الخنجر تمام؟ في الهوكلتس اللي مثل الخنجر و الروستيلام اللي هو المنقار ذاني موجودت بالتينيا صوليا زيان اهنا دا قل لك انه التينيا سيقنيتا لسكولكس مالتها راس مالتها ما بي لا روستيلام ولا هوكلتس و جار مرزينتد ان تينيا صوليا التينيا سيقنيتا اس دير فور كالذة ان ارميد بالتالي انه هي لانه ما عدها لا منقار ولا عد هذا الخطاف اللي يشبه الخنجر بالتالي هاي سموها غير مسلحة اذا شنو هاي الدودة اللي تينيا سيقنيتا هاذا مسالمة هي ان ارميد ان ارميد تابوا بالديزان شريطية غير مسلحة الياش ننما بيها لا روستيلام ولا هوكلتس دا السكرز سيرف أزا وال ارميد فور التاشمينت اذا السكرز اللي هنا دليل المساسات منتها تبرا شنو sol or going for التاشمينت يعني الورقان الوحيد للتاشمينت مو نسوى التاشمينت الناك منتها تكون long الناك هنا راح تكون يعني long طويلة ورفيع يعني. اميتشار سيقميت بالنسبة للمييتشار سيقميت طبعا هذه الميتشار سيجمت هاي سيجمت الأولى بعد هي يعني شوان ما ناضجة بيها لاني طبعا هي دودة هذي خنثية تكون هي ماذا اللياشينها ما قايلية بالمحاضر هي تكون خنثية تكون من شو اسمه اليوتيرايل يعني ذكرية ولمساويات هو فهنانا بالميتشار يعني بعدها المناضجات لذلك اسموها أول قطعة من عداء هذي الميتشار وراها راح تجي الميتشار فهذا الميتشار سيجمت تكون سمال صغيرونا وتكون ويدر ذان لانك يعني تكون أعراض مما تكون طويلة هي يصير مطويلة هاي صغيرة تمام ويدر ذان لانك وتكون صغيرة سمال الميتشار سيجمت الميتشار راح تكون هاي تقول يقول لك ان هذي المست سكواري هاي راح تكون يعني شوان المربعة بالشكل مالتها وذوان سيت أوف ميل في ميل سيكسوال أورغان إذن عدها مجموعة وحدة من الميل والفيميل سيكسوال أورغان إذن عدها ميل وفيميل في ميلاتين بيها دلاترال جونتال بورس عدها جونتال بورس فتحات تراسولية تكون لاترال طبعا هذي الفتحات تراسولية تكون من جهة وعدة لاترال من جهة ديال من جهة وعدة بس بالنسبة ل يعني المقطع الأخير من عدها هو طبعا هذا ليس سموه غرافيد غرافيد لأنه يكون يعني ممنوع بالبيض يكون أعرض مما يكون أقصد يكون أطوال مما يكون وعدة أو عارض ثم يكون شلوه طويل كونسس أوف ميديا هو ماتيتر إذا تشوفوا الصورة يعني هو عارض وطويل طبعا فتقولونه هذا أوف ميديا نوترس أو ويد شلوه عده عده ميديا نوترس يعني اليوترس هنا صاير بالنص هذا اليوترس إذا تذكرون من شلوه ناخد بس جيد فهنا نجدنا أنه هي لايمقار إذن وعيد كونسس أوف ميديا نوترس هذا اليوترس بالبداية فهذا اليوترس سيصير بالنص بس يضطي فروع منا هاي الفروع حتى يعني شون احنا نذكر شننا ناخد بس هذا فهي هذا حنقوله هو هذا اليوتران يعني فرضا نقول هيجي فبيه هنا فروع منا 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 هيجي يعني فروع منا هيجي وهذا هنا تصر البيضة هيجي تصر الأيق تمام فهي هيجي لك إنه هو متفرر ويضطي بيض وهيه يعني من الخمسة عشر إلى ثلاثين الثلاثين وهي ذنبا الثلاثين إذا نذن للاثيرال براس يكون وفالو وذر وذر ونلاتيرال جونيتال بور بعدها نعم هذا يوني لاتيرال جونيتال بور يعني من جهة وحدة جونيتال بور فتحات تناسورية تكون بس من جهة وحدة تبا؟ هاي بالنسبة احنا حتشانا وين؟ حتشانا بالنسبة للتينية سيجنية للأدولت وورم المرفول الجمال التينية سيجنية أو بس حق هي سيجعلنا ادولت وورم أو تينية سهول يوم فتينية سهول يوم دا ادولت وورم زوجواري من 2-3 متر لكس يعني الطول مايتها عادي من مترين إلى 3 مترات اتنك شكينا بلا الله كنا على الطول هانو ما ذكرنا ما اعتقد ذكرنا اي ما ذكرنا بطول مايتها احنا ذكرنا بس الدايمة المال للرأس السكولكس مالتها وهي المهمة عينيه احنا عدنا هذي السوليوم من مترين انا ثلاث مترات احنا ذكرني ممكن ذيكها بالعامة اللي كانت خمس مترات البروبلاتايد نبر انها البروبلاتايد العدد مالتها تكون اقل من 1000 اقل من 1000 بالنماذي كانت 1000 الى 1000 هنا شنوه البروبلاتايد اقل من 1000 اذا هاي اصغر من عدها يقول ان السكولكس افتينيا صاليا اس جلوبيلر السكولكس اسمالتها الراس سيكون جلوبيلر شوان الان جلوبيلر بصدواني اشي صوحو لاه يضو شي نعم انه لا اشتردت واحد يعرفها بالانجليز لا يعرف انها ترجمة العرب سيبدأ امم عنها لا تقلح السكرس الخفو مالي الميز هي انها وهي بيها روستيلام شنوه اكثر شي ميسا انه بيها روستيلام و بيها هوكارز هذن الهوكارز من عشرين لخمسين النمبر هذن الهوكارز من عشرين لخمسين بالنمبر منتر و يكون ال دابل راو اف داقير شايبت هوك داقير شايبت يعني تشبه الخنجر تمام فهي سكولاكس افتنية صاليان ازيقلوبيولار و بيها روستيلام هذن الهو الخطاف لي صاير لي صاير بالنص افتنية دابل راو هو افتاقير شايبت هوكس يكون مسلح و يصف مستدوج من الخطافات الي يكونن الهوكارز يشبهن الخنجر عدتها من عشرين الى خمسين من عشرين الى خمسين تمام؟ طيب هذن الصور عندها راستيلام عندها سكرز عندها النواحي 4 سكرز و عندها بالنص هذا الراستيلام الراستيلام يكون لنا الشعارات اللي تحتها من جوانب هنا تقريبا من 20 إلى 50 لنا هنا الهوكس تمام ها هي النك مالتها تكون شورت هناك النك قلنا عنها انه هو لانقر لا ودردان لانقر والله هناك نك هنا تكون طويلة و رفيعة لانقر نرى هذي الصور هذي فروقات ما برات الاسكولاكس سكليتا عند تينيا صليم باع الاسكولاكس مع تينيا سكليتا بيها بس سكرز اربعة وها هي ما بيش يوية مربعية هذي تكون غلبيولار و بيها اربعة سكرز و بيها بالنص الراستيلام و بيها بعد الهوكلات تمام اللي هنا الكل مزدوج بعوشون فوق جوجه مزدوج توروس يعني صفين ايش كنت عدد هن قلنا من 20 الى 50 او صف مزدوج نقول عالية احنا الميتر سيجمات شبيها بيها فص مساعد للأوفاري اما بالنسبة للغرافد سيجمات توروس 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 اذا شنو بيها الغرافد سيجمات احنا مونا قلنا انو هي بيها لاترال برانش حتى اللي تقابيهن البيوض فهلان هماتين بيها لاترال برانش بس عدتها من 5 الى 10 و 13 لاترال برانش بالنسبة للغرافد بالنسبة للغرافد بالنسبة للثينيين التينية سيجماتة والتينية سوالة يقول لكم الغرافد بيها بيها لاترال برانش يعني الاثنين لا تستطيع التميز بالغرافد الاثنين الاثنين سيجمات ويقرسوهن من 30 الى 40 ميكرو متر او ثن هايالين امبريوني كميبرا عدها ثن رقيق حولها يحيط منها و بعد ما يطلقها بعد ما يطلقها هذا الـ او اللي داخلها طبعا اللي بداخلها هو شون الامبريو بعد ما يطلقها راح شنو يختفي هذا الهيالين الامبريوني كميبرا الانر امبريو 4 is radiolized straighted and is yellow brown due to bile stained الانر امبريو 4 هذا الدائرة مو البلنص لا اللي تحيطها تمام هذا يكون مخاططة هيتش تكون جوزية البنية فهذا هنا يقلك انه هي انار امبريو 4 يعني جنو تتدقى بالنسبة للسنتر مو ب curly emp 으 a том انرا امبريو 1 ûها من منصها هذا هو الانكسفير هو نفسا اللي راح يتحول الى لارفا هو اللي راح يطين لارفا تمام اللي صاير هذا الانكوسفر وان صاير صاير بالسنتر من تل ايك عندها شنوان ثلاث ازواج من الهوكلوتس بالتالي صحولها هكسكانث امبريول لان يحتوي على ثلاث ازواج من الهوكلوتس الخطافات يعني كم خطافي عن الستة بمعن الستة صحولها جنير السوداعسي هكسكانث امبريول هذي هي التينية تينية صاليوم تينية سكنيتا هذي هي بيضة مالة شنوان عدها كم خطافها سادة ستة يذلك صحول هيكسكانث امبريول اللارفا مالتهن هستنياتهن ده larvastage of tinea اسكاليد سستي سيركاس اذن اللارفا ستاج مالة تينية شي صحولها ستسيركاس اذن حسنا عدنا الارفا ستاج مالة تينية بشكل عام يصحولها سستي سيركاس بس عدنا نعلم سستي سيركاس السستي سيركاس بوفيس اللي يتابع لтиينية سيجنيتا وسستي سيركاس سيرلوزا Education اللي يتابع لسيجنيتا إذن الفكتب استي سيركاس بوفيس مالتينيا صوليام هي ست ساركس سوري الوزاهة ست ساركس بوفيس اللي تبع السيجنيتا إذن فكتب ستاج فور هيو ماسية تعتبرين الفكتب ستاج بالنسبة لإنسان ست ساركس إز آن أوفايد حين تقولنا أوفايد بيضاوية ومنك ويت فولد فلود فلود فيصلس مجاري يقول لك أنه هي شون بيها بيها داخلها فلود هذا الفلود يكون حليب أبيض تمام يعني مثل الحليب الأبيض داخلها هذا الفلود وصح صار صار داخل هذا الحويصالة ويكون نقيسوها يعني من خمسة مليمتر في عاشرة مليمتر بالدائمتر معتها راح تعتوه على سنجل انفاجيناتد اسكولكس إذا تعتوه على اسكولكس يعني الراس هذا اسكولكس هيكون مفردة أكيد وصار هي شوي من بعجل الداخل فهيس حوي انفاجيناتد فهذا يعني مني يريد يطلع ويصيب وهذا راح يطلع لي ورا وهذا يعتبر بلادر ورمز ليش صحولها بلادر ورمز طبعا هذي البوفيس ستي ساركوس بوفيس هي صحولها بلادر ورمز حتى لستي ساركوس سريولوزا هموتين يصحول هنا بلادر ورمز لان هنا شكلها الشون اللي بلادر المثاني من 10 ميلي بسائل ويج هي هي شكلها راح يكون هذي هي شكلها بعشر صار بيها انبعاج هذا الراس صار لجوه السيكولكس من بعجلي جوه ومن ملء بحليب ابيض خل نقول عني المالكي وايت هو تمام فالذلك صحولها 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 بلادر ورمز يعني ديدان المثانية ملينة تصيب المثاني لا شكلها شكل المثاني شكل منو شكل اللارفا مالة ستي ساركوس مزيلا الستي ساركوس ارفا ويندر ده مصول سوف مستيكيشن الكاردك مصول الدايفرام التونج ووف افكتف كتال الكتال مصابه يعني سواء كانت البقر او الجاموس كنا عليها لان هذا بوفيس مالستيقنيتا فهذه رح يكون وين نلقاها رح نلقاها بالعضلات مالماستيكيشن مالماظغ ومالكاردك مصول مالدايفرام ومالدايق هماتين وتبين طبعا هي هسا باعي يقلك انه كان بي سين اون فيجوال اسبكشن از شايني وايت دوتس ان ذا انفكتف بيف مزغلة بيف هاي شوف يعني يقلك انه انت تقدر تشوفها شون بيضة واضحة تمام بالانفكتف بيف هنا هاي دا تشوفوها هاي نكبرها هادي هي بيضة ترمبينة شون الدوائر نوت بيضة فهتي تريد تشوفها يعني بناء المجاردة هاي بالنسبة لستي ساركاس بوفيس بالنسبة اللي هي تبعي سيجنيتا اما بالنسبة لستي ساركاس سيرلوزا اللي هي تابعة المد تابعة للتينيا سوليوم فواني اصول انفكتف عيو خطيره orغانات المختلفة بالبيكس اللي هنا الشي اسمه اخي نزير و كذلك كما تبع الإنسان تستطيع التطور بمكانات مختلفة فهي هذا خطيره ليش لاني قلنا نجوي تتوي على راستولام وهوكس فلذلك خطيره حتى من تصيب الإنسان راح تصيب أجزاء كل الشهوية من الجسم بس استيسار كاسيولوزا من 8 إلى 10 طبعا هذي هما تصيب أجزاء المثانية تمام تكون أفايد هنا مجارقة 8 إلى 10 من 8 إلى 10 حيقصوها خمسة ملمتر إذن 8 إلى 10 العرض مالتها و خمسة طول مالتها Life cycle في تينية سيجنة بس إن تسليه اللافسيكل مالتينية سيجنة طبعا بيهال Life cycle أو شاء الله definitive host و هومور تمام؟ اما بالنسبة الانترميدايت هوست هو من وهو الكاتو كو او بفالو البقر والبفالو جاموس فهو ندني الانترميدايت هوست اما الانفكتيف استيج فهو ستساركاس موفيس نعرفها و الهابتة بالاسم انتياسي نوفمان هسا هادي هي التينية سيجنئتا تمام هاذي الرسمة وابحة خليها اخطى تلكم هاي بعيني هاي عيني هاي هي التينية سيجنئتا فهادي هبلوى The Definitive Host هذي الانسان هو Definitive Host تمام فاجأت نعيني هاذي Definitive Host ال Mill Intestinal طبعه هاي هنا مكتب اسمال انتستل زين اذا المن هو الهابتة في الانسان الهابتة هوا السمال انتستل اجي عنا الي هنين هاني هاي شي اخرى معاني هاذا هو Diagnostic Stage اليمين هو البيئة ذا الیکس كمام هاي الیکس ورا ما طلعت لي من السمال انتستل و طلعت ويروس طولة راحة لهذه البيئة من راحة لهذه البيئة طلعت الاكس نقر احنا شخصها ونحلل عليها ونشوفها زيان بعدها راح تجي هذي تجي هذ البقرة تأكلها ويا هذي الجسمة ويلا كل مالتها فهنا راح هاي صحولها الانفكتف شو صحولها انترميديت هوست اذا من نقول انترميديت هوست الناقل هو الكتل او الكو فهذه الكو هنا بعد ما نقلتها راح تروح للمصن مالتها هذي من هي اللي راح تصير بها هي اكس هي اكس اذا دخلت اكلتها بعد ما اكلتها راح تتحول الاكس الى ستي ساركوس بوفيس طقيقة هي معينة راح تتحول ستي ساركوس بوفيس بعدها هذي ستي ساركوس بوفيس قد انه هي تعتبر شنو اللي هي الانفكتف ستيج تمام؟ فهي هنا انا باللحم هذا اللحم هذا ما مطبقه عادل انه هو ما شوي فطبقاتها هواية ممكن هو ما طابقه مدة اكثر من خمس دقائق و سبعة و خمس دقائق و سبعة و خمسين درجة سيليزية يلا يجي الساعة يتموت هذي الستي ساركوس بوفيس فنظر انه هاي طبقاتها هواية يمكن حتى ما وصلها النار لجوه او النارات الحرارة وصلت لجوه لان طبقاتها تكون سميك وهذي فبالتالي لانه ممكن يصيب الانسان و هذي هى مودة افتراس نشان عن طريق الاكل وهذا هو الداياغنوستيك و خوشي خابيه ها هي زيان اوكي حسد المهاتف هواست هو الانسان انترمي دات هواست هو الكاتول الكو والبوفل الهابتتوين بالاسمال انتست بعد من عد الاكس شنه هي هي الداياغنوستيك استعجي الاكس هذي هي هماتيا لسايكل مالتها باعون هسا من اول واحدة اللي هي هذي الاكس هذي اوكرافيد بروكلوتايت او فيسس راحت بالفيسس جدتي هذي البقارة اكلتها بعدها راح تطلع عندنا الانكوسفير هاتش بنتريت انتستيرل والانتشاركوليت تو مسكيليتر عندنا الانكوسفير تيفلوب انتو سيستي ساركاس ان مصال احنا مو عندنا انكوسفير قلنا عليه موجود اه داخل شسماء الاكس هذي الانكوسفير هو اللي راح راح تحولنا الى ستساركاس بابس تمام راح تحول الى اعرقام هذي الى اعرقام راح عن طريق الاكل تروح تدخل الجسم الانسان وتروح مين الهابتات اوين بالاسمال انتستن عن طريق منه عن طريق سكولكس اللي هو سكولكس شنو بيه بان الساكلس المساسات راح يسولها التاشمئت بالانتستن وين بالاسمال انتستن وها هي زيان اما بالنسبة لل هذه شوية معقدة يعني هي نفس اللاف سايكل اللي يحجونها من الساحب الضبط بس اقو بيها بعد اوتوانفكشن اوكي هو من انت الميديت هوست هو البيق الخنزير الانفكتف ستيج هو ستساركاس سليلوزا الارضا تمام هو ستساركاس سليلوزا هذا الانفكتف ستيج الانفكتف ستساركاس ستساركاس سليلوزا مصلي بورك ايقلك انه هو لحن مطبوخ بشكل جيد وعن طريق هو المصلي بورك يعني اللح من الخنازير اوانتين يا ليت ستساركاس سليلوزا اذا هي سوت ستساركاس فالليف سايكل مو هي نفس ما انه هي راحت للخنزير وصابت الانسان سوت ستساركاس سليلوزا هذا هو صارت عن طريق اوتوانفكشن يعني يعني هنه شو نباعولي انه يقولك انه الانسان 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 و الانسان الانسان اتساركاس سليلوزا هناك مو لاعرفة لانها مو لعرفة سوات ليس سيركاساس المول اوف انفكشن هو من انفكشن ناوزان بالانسان بفاوزان عافو شوفوا عينا هنالي يعني هو عن طريق البراز طلع عدنا الشي اسمه الاكس انا الاكس عن طريق كوتامناش يصار واحد طبق وهذا ما مغسل ايديه يعني احنا رح تنتقل الانسان الثاني هو ما منصاب بيها من انتقلت له رح تقبل الاكس هي اللي سوت لانفكشن اناك الاكس ما لديتها ما لتينيس اجنيتها ما تسوي انفكشن بس الاكس ما للسولم لا والله هاي تستوي انفكشن فهذا ممكن نصوي نسي ساركوسوس تمام اذا ما هي الايكس ما لديتها فالانتر باديتها لا weddings هذا ممكن يكون بالانسان يعني الناس هون اسمهوااااااااااااااااااااااا الوتا والودها لا تسوي على طريق الاكل 10 الرأم اللي تلوث Being a or two affections يعني هو بدلن guys start rock and cross different质IN وطال واحد ثاني ولوثها مرة بهذه دخل الجسمة هاي طريقه يحصح لها اكثر اما هو شنوه هو هذا يقليك باي ريفارس بارستالس بارستالس شون يعني شايفي بارستالس هي مو يعني توصل شا اسمه يعني الاكل المهضم مو يتوصل توصل للارجو انتستين تمام اه ثاني شراس هي صغار بالعكس يعني راح يقوم هو يتقائ ket البركستالس راح تقوم تصعاد stat لفوق هنا الارجو انتستالي راح تاتفها راح تاتف البيوذ اللي طلعت لان هي الدوده ليددت تتصعاد نحترره سكان التل بين الارجو انتستالي . هناك راح تساد الارجو اور احتاج هكوم التلع هي راح ترجع يعني وتسوي لنا مرض صحولة ستي سيركوسيس هذا هو صحول الالترنال اوتانيفكشن والالترنال قلنا عن طريقة التلوث تمام؟ فالالترنال اوتانيفكشن هو ما العلاقة نزيل بموضوع هو انسان ثاني يأما يصيب نفسها اوتانيفكشن يأما يصيب انسان ثاني صحولة اوتانيفكشن ازيل عندنا الانكاسفيرز are released in the الانكاسفيرز نحن مو عندنا بيوض هزا اوكي نحن قلنا ان البيضات اكتفت داخل بيضة عندنا انكاسفير هو هذا الانكاسفير هو ريتين الارفا و راح ينطلق هذا الانكاسفيرز من الاس راح ينطلق بين الديودينا و بالجوجنا and made right the intestinal wall راح يخترق الانكاسفيرز بعدها راح يدخل المزايترينوز والليفاتيكس and are colored in systemic circulation to different parts بعدما دخلت هذي قلنا الانكاسفيرز مو البيض دخلت عن ضريقية اما ليفنوسيا اما المزايترينوز تمام؟ وراحت للسيستم و انتشرت الاجزاء معينا من الجسد يقول لك they are filtered out principally in the muscles where they develop into the larva stage و راح يطول الى larva stage 6 sarcosis in about حوالي من 60 الى 70 يوم اذا هي صحيحة هنا احنا طلع عندنا الانكاسفير من البيضة و راجلنا راح عن طريق الفينات وهذه وراح للسيستم بعدين انها راح يتفلتر و راح تحول الى larva stage خلال من 60 الى 7 يوم وين بالانسان اكيد انها موت و الى larva لانها موت و الى larva لا تحول الى لا تحول الى larva و هذا الصورة انا ما احبها صراحة يعني اشوفكم الصورة اللى عندي احسن لا تحول الى اشوف انها موت تحول الى larva تحول الى larva الانترميديد هوس بتحولت الى ست سيركوس بالجلد ماته واللحم ماته ست سيركوس سيريولوازا ها ست سيركوس سيريولوازا ليه طبعا قلنا نلصور لانه هي سيريولوازا فهو هذا يعتبر تمام وعن طريق اللحم ومود افتراس مش هذا الاكل اللي يكله وما يتجعل لانسان هذا عن طريق الخنزير هذا مو ito infection مو الا ساوي اوتو الفكشن مرات بس عن طريق الخنزير اما اذا هي رعدها تسوي no tone Box هذا هو داقنوستيك استيج هذا الهابتت اوكي هذا الانفكتف استيج ممكن يكون الانسان مو بس يخل نزير فهنا ممكن من صار الانسان هو داخله يعني راح يأكل هذا البيضة تمام الانسان ثاني من يأكل البيضة البيضة قد تلكم الشر راح تسرط طريقة بداخل جسمش راح تدخل edi دي دولار تنوج penal مو تنطلق هون تروح pictures عن امرا ثانية ن objetivo هذه الانفكتون هو داخله يوجد انفكت funktioniert it can be caused by both هناemente الانفكتين ستكون وORD així سببك لها ليصر وهو التينيسا هنا وال�يسا في اي Hasn so it can be it أؤمن ذي يكون كلمة هذا راح تخلي الواحد يفقدوا الوزن تمام ثم يمتلك بحضور ايضا طبعا ممكن اهلا تتجمع بالابندكس وتسوي الابندكس تمام وقلنا النهزة والفومنتين والدياري هذا الشيء нормال أمار بنسبا للسيست تصرقوسس السيست تصرقوسس إزتصر بالملية سوي سيستي كاستي كاستي فتكي سيستي كاس سيليولوزا أو تينيو السوليوم التي يناسبها لا يمكن آخر بكبدي في سيستي كاستي سبق كتيناس تصرق واللوميそして العضلات إنه يمكن أن تكون مرضات أفضل بلعين وعالى أنت فاينة عثرة فصول العلاج، وسطوة الأرض، وسطدادواني، and spinal cord ما أخلى شيء مؤسابه ماشاء الله قد كنت تشاهد المسل، الإيد مركز لكن الأرض، وسطدادواني، الجميع، dan spinal cord هذا العربع ايوك طبعا فهذه الستيطة الكوزيس كنت لكم مع حد رح يسميها غربا ستيني اصالي الارفان ايوك كنت عن طريق شو؟ الارفان ايوك سطد convinceواني الان في القرآس.. الاسيوني في القرآس ولي فوسات الازمى سيلس ولي ومعها لافقية رفائدا الممكن ان لا تريد مذهل الان ممكن انها رح يصين بها فيبروسي ثم كان عابل رح يصير بها فيبروسي وراح تموت للعرفة كيف كنتك من اللعرفة بل نهاية رح تموت مال وراح يصير لتطور ايضا العرفة وذي افتوال لكلاسي قصيصيكات كيف تلك الاضحى وفقا للسات رح ننصف كيف تلك الاضحى عدنا Sobic mensituation Stecircosis والأصول surprising Neuro-S Oftentimes Neuro ...ية mest Northeast Game Вам Anh باللبسية Bullshit Se splendid وهو من ما يبس الصرع و راح تزد عدة الانتراكريال تينشين انه يضغط داخل الدماغ راح يجد عدة سايكاتوية السلمانس الطرابات النفسية ماتة و الطرابات بالسلوك ماتة و الأفاجية أفاجية هذي صعبة بالنطق مو كنان لأنا متوهمة يعني حتى الكتابة ممكن يعني بشون ما يقدر الناس و راح يصرحتها عدة طرابات بالفجول بالرأي والده هذان الصور عدة برافيلاكس بيف اتباركس بايمان يعني رازم الشفاق بالمثال كل هاي انسبكشن فور ان هي ترى قتلكم الساعة شنالو الشكل هين شون عادي بيض يعني مبينة ترى هي بيض و ثانا ان شاء الله افايدنس اف ايتين غراو و عندر كوكد بيف اتبارك يعني متاكلوا لحم ني او مطبوخ دي كريتكال ثانمال بوينت اوف تيركوسس حوالي اجد ستة و خمسين سيليزية فور فايف حوالي يعني لازم ستة و خمسين درجة سيليزية درجة الحرارة الطبخة بيها و اجد لمدة خمس دقايق و هاي موت شوة اللي اقلي بيها او اللي اعرف علي بيها المايتنينس اوف كين برسنال حبيتات او جنرال سنيتوري مجرس اكيد لازم تحافظ النظافة بدري تمياتي تاتينيسس اللي تاتينيسس شو تعالج شرحت عائزها بسنجل دوز اوف برازي كوينتال واحدة من البرازي كوينتال بالنسبة لنكلاوسامايد او كونتال هده اثنين غرام بيكل سنجل دواز اذا اذا افكتيف درجة تمياتيك درجة سمتنى انها تسلم بيورقيشن افتر ماجد اذا الاستيزيركوسس اذا استيزيركوسيس اذا استمتنى ما يحتاج علاج عالجه اما اذا استيزيركوسس او استيزيركوسيس ميثود اكثر شيء يعني مفيد الى whether possible برازي كوينتال هما تتطيع عدي برازي كوينتال الامدازول 50 ملغرام على كيلوغرام in 3 divided doses for 20-30 days من 20-30 يوم اما تهذا منه هذا البرازي برازي كوينتال اما الامدازول 400 ملغرام تكون كده الي مرته باليوم مدد الثالثين يوم اما تحضر الى اهماوات الالامدازول اكثر مع البرازي كوينتال او البندازول لت caused by the dead system ستساعدين في البرازي كوينتال ساعدنا لنجذ جسم البرازي كوينتال ثاني ان ادواء البرازي كوينتال والالبندازول سيكتل هذا الارفة نطيهم الكوينتال حتى يعني يمكن التسيطر على ال coeur مدد الداخل الجسر انتي ابليبتك دراكس شود بي قيفين انيورو ستيركوسيس فراح يصعدهم ابليبتك لذلك راح نبطيهم انتي ابليبتك دراكس انت الرياكشن الرياكشن تحت ما يبين عندك الرياكشن مالبراين ها هي انتات المحاضرة مع السلامة